كورونا ينغس فرحة البريطانيين بالاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة العاصمة التي اعتادت أن تتزين بأبهى صورة النهاية العام ستخلو من المرة والسياح هذه المرة الحكومة منعت المواطنين من إقامة التجمعات المقتذة فضلا عن حصر التواصل الاجتماعي داخل البيوت وكذلك المطاعم أقفلت أبوابها باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة فالإصابات بكورونا تتزايد بسرعة في وقت يكتشف فيه العلماء البريطانيون سلالة جديدة من الفيروس لقد تم تحديد نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بنحو أسرع ويجب أن أؤكد في هذه المرحلة أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطرا الحكومة طمأنت المواطنين إلى أن سلالة الجديدة ما زالت قيد الدراسة واستبعدت أن تؤدي إلى تقليل تأثير اللقاح الجديد الذي يستخدم للوقاية من كورونا كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي أكد عدم وجود دليل على أن النوع الجديد المكتشف من الفيروس قد سبب أعراضا سلبية وأن عملية الاختبار والنتائج السريرية مختلفة ربما قد نشهد خلال عام طفرات جديدة للفيروس وقد تؤثر في لقاح كورونا وقد يتم إجراء تعديل على بروتين اللقاح لمواجهة هذه السلالة الجديدة لكن هذا الأمر لا ينظر بالخطر الحكومة البريطانية تدرس خيار تخفيف القيود على البريطانيين أثناء عطلة الميلاد فيما حذر العلماء من التسرع في إقرار تخفيف القيود لما قد يؤدي إليه من فقدان المزيد من الأرواح مع تجديد الحكومة القيود على ملايين المواطنين لمواجهة تفشي كورونا يقتنق القطاع السياحي البريطاني وتتزايد نسب البطالة تحديات قد تولد في رأي المراقبين أزمات اجتماعية واقتصادية يصعب أن تنتهي خلال سنوات مسسر لندن الميادين ترجمة نانسي قنقر